انتهت أعمال المؤتمر الأول للصحفيين والإعلاميين الجنوبيين الذي شارك فيه 800 صحفي وإعلامي من مختلف الوسائل بانتخاب الزميل عيدروس باحشوان نقيبا للصحفيين الجنوبيين واختتمت أعمال المؤتمر المنعقد بالعاصمة عدن بتشكيل لجنة نقابية جنوبية جديدة بهدف تأسيس كيان النقابي للصحفيين الإعلاميين الجنوبيين للدفاع عن حقوقهم وتطلعاتهم ومواجهة التحديات والتصدي للأبواق الإعلامية المعادية لقضية شعب الجنوب وعقب تعيينه قال النقيب باحشوان إننا نعلن اليوم عن ميلاد جديد للإعلام الجنوبي في إشارة للتأسيس نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين كأحد أبرز مخرجات المؤتمر التاريخي وجرى في ختام فعاليات المؤتمر تكريم الصحفيين والإعلاميين العرب والأجانب الذين شاركوا في جلسات المؤتمر المنعقد في يومين متتاليين